نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هرباً من القصف الإسرائيلي وتسببت درجة الحرارة في زيادة الأوضاع المأساوية التي يعني منها النزحون في جنوب قطاع غزة المدمر وتحديداً في خان يونس نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هرباً من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القصري المتكرر والذي لا يتوقف حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع الماء نشربها ملاوتة نفسنا بشربة ماء نظيفة والله نفسنا بشرب نيجي نشرب الماء نشربها زي النار لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلية ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية حيث اضطر النزحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع احنا قلونا لجنوب أمان ونزحنا من الشمال على الجنوب للأمان جينا على الجنوب على الأمان لقانا الأمان الموت قدامنا بانتظرنا بانتظر ولادنا بانتظر بناتنا بانتظر قريبنا الموت لقناها قدامنا يعني ما نقناش الأمان نزل ما قلونا في الجنوب وعدونا في الجنوب في أمان كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءا داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقل فلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس